يمكن التصنيف بقى يتغير لما نتأكد من الفرق المتأهلة كلنا عارفين ان الاهلي والوداد الترجي الرجاء دول اربع عندها متصدرين التصنيف الافريقي ولكن اي فريق من الاربع لقدر الله يعني الاهلي ان شاء الله يبقى نكمل بإذن الله لكن لقدر الله اي فريق مثلا من الاربع خرج من الادوار التمهيدية بيصعد الفريق الخامس على طوله يكون متصدر مجموعة من الفرق اللي بعد الاربع بنتكلم مثلا في مازينبي ساندونز الزمالك حرية كونك اي نادي برضو من الاربع لو خرج من دور الاتنين وثلاثين الدور التمهيدي الثاني بيصعد الاندية اللي موجودة فيه التصنيف التالت اللي هو شبابة القبائل شباب بالازداد باقي الفرق اللي موجودة فيه المباريات او المجموعات لكن الصدراء حاليا للمجموعات الاربع في حال التأهل عيب الاهلي الوداد الترجي الرجاء والتصنيف التاني مازينبي وصاندونز والزمالك وحرية كونك وارد الزمالك مع الاهلي وارد جدا على فكرة بس كل حادث الحديث لما يجي وقتها ونبدأ نتكلم عن دور المجموعات والقرع امتى لان كل الامور دي اكيد معجلة للفترة اللي جاي في ظل ان اصلا دور المجموعات لسه هينطلق في شهر فبراير من العام القادر ترجمة نانسي قنقر